ابتكر عدد من الطلاب المصريين من الجامعة الأمريكية في القاهرة جهازاً لفحص مستوى الجلوكوز بدون وخز الإبر الجهاز حصل على المركز الأول في مسابقة تصميم الرعاية الصحية العالمية احنا شايفين طبعاً في السنيك جاي دي ان شاء الله أهم حاجة نعملها اللي احنا لازم نشتغل أكثر على الجهاز نوصل به الدقة ينافس بيها الجهاز التقليدي عشان ساعتها نفكر اللي احنا نوديه السوق الجهاز يهدف لأن يكون بديلاً عن وخز الأصبعية واختبارات الدم المؤلمة ويعمل بطريقة التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة من الجسم ويتصل بتطبيق على الهاتف لمزيد من السهولة والراحة في مراقبة مستوى الجلوكوز بروتوتيب ده في ماشين ليرنينج زكاء اصطناعي والبرتوتيب اشتغل كويس جداً وبناء على كده هم اخذوا الجيزة الاولى في المؤتمر اللي اتعمل في جامعة جونز هوبكنز في امريكا الفريق المصري المكون من خمسة طلاب تنافس مع مائة وعشرين فريقاً حول العالم وفاز بالمركز الاول ويسعى القائمون عليه الى الحصول على الدعم اللازم من قبل الشركات لتصنيعه وطرحه في السوق موسيقى موسيقى